فانا بس عايز اخلي الحكومة تطمن شوية ايوة الناس حاسة لكن مش معنى كده ان الناس والناس مبسوطة معجبة مش معنى كده الناس معنىش مشاكل وبتتكلم عن مشاكل والطبيعي جدا ان الناس تتوجع اكتر مما تشكر طبيعي جدا مشروع في الانسانية يعني بقول ده ليه بقى بقول ان احنا دلوقتي في نقطة مهمة للغاية لما بيكتشف الاخوان والجماعة الاسلامية طرل اسلامي انه فيه منجز على الارض وبيتحسف ينفعش انت ايه تهوم منه وفيه اجراءات حصلت فالناس تستوعبتها واستحملتها طب انا حافظ على مكانتي ازاي خصوصا ان السياسة متراجعة ما فيه سياسة في البلد انا بقى كاخوان العب اللعبة ازاي العب اللعبة الحقيقية القديمة اللي انا كسبت بيها من المحيط الى الخليق يكون بقى يجي الربيع العربي بوز علي المشهد لكن في المخصلة انا كسبت ازاي المجتمعات ازاي كسبت باللعبة القديمة متاع ان انا معندي انا معندي السلطة هاو دلوقتي انا معندي السلطة ومش موجود فيه موضع صناعة القرار انا التاري الاسلام طيب افضل بقى بحافظ على وجودي في مصر وقوتي في مصر ازاي بان انا العب على المجتمع زي ما لقبت عليه في الاولى زي ما احنا بدأنا في الاول في السبعينيات اشتغلت على اعمل ايه اول حاجة اعمل اشتغل على المرأة اشتغل على التعليم اشتغل على اتضرب في فكرة الفتنة الطائفية في فكرة المسيحيين ما دي الادوات اللي لازم انا اتواجد فيها وخش في المجتمع وتغلغل وتسلل وازبط واستقر وابدي فاللي حصل ايه من السبعينيات حد كان يسمع عن فتنة طائفية قبل السبعينيات وحد ستزاوية الحمراء وابتاع والمسيحيين بقوا نبدأ نكلم عياد المسيحيين لا ما نسلمش على المسيحيين لا ما نعيدش على المسيحيين لا ما اجزخانات المسيحيين لا نروح لا نسيطر نعمل اجزخانات للمسلمين لا لا ما فيش واحدة تروح لطبيب مسيحي لا كل كاملة امتى هذه القازورات بدأت تتريبي في الحياة المصرية من امتى هذا العبث بالعقل المصري بدأ من امتى من اللحظة اللي بدأ فيها الجماعات الاسلامية صفقتها مع انور السادات وبدأت السيطرة على المجتمع مش على الدولة مش على الحكم طول الوقت الحاكم في مصر يعتقد انه اسكى وانهم مش هيعرفوا يأثروا عليه ومش هيعرفوا ياخدوها منه السلطة فبيسيب التأثير للمجتمع القذورات اللي بقولك عليها دي فيما يخص العلاقة بين المسلم والمسيح في مصر اساسة طرح فكرة ان مصر مسلم ومسيح اصلا بدأت امتى مع هذا الطيار الديني ومع عودة الاخوان للسيطرة والتمكن والتمكين في المجتمع واصبحت الاضايا دي مطروحة تتقال بقى وتبدأ بقى جوامع تتكلم وش رايك كاست ومش عارف ايه ويبدأ ايه ويبدأ الناس يقتلعوا من الكلام ده وما يبدأ شيوخ تلفزيون يقولوها وتبدأ تبقى حاجة ويبدأ بقى ان احنا لازم يا جماعة نبقى ناس متدينة ومطوع ربنا ودولة اسلامية ونسيبنا الشعية والساخة بتاعة الزمان دي يبقى لازم الادان يتقال في التلفزيون ونقطع اي حاجة عشان خطر الادان اللي هم مظاهر مظاهر على طول ويبقى الشارع على طول ساعتها ايه ميكروفونات الجامعة الميكروفونات الجامعة الميكروفونات دي بتهبل السلفيين وعموما وبتهبل المجتمع الديني في مصر هو فاكر الميكروفون كلما كان عالي كلما كان ايمانه اقوى كلما كان الميكروفون في بلاكونة جاره المسيحي باعظم كانه هدايا لله يعني ده نتقال انت بتسألني عن بسنت وبتسألني عن المدرسة الافدائلية انا بجاوبك اهو هو ده اللي بيحصل دلوقتي هم اشتغلوا على ايه من الاول اشتغلوا على علاقة بين المسلم والمسيحي اشتغلوا على المرأة فطلع المرأة عورة والمرأة تقعد في بيتها وبعد يطلع الحجاب وطلع كايين والحجاب ده اتفرض في مصر في السبعينيات مصر كلها ما كانش في حالة الحجاب في زي الشعبي في الست اللي لابسة العباية الجميلة بتاعت السيدة زينب دي فيه ست الرفائة اللي لابسة لابس جلبية السودة طولها تقولك هتلي يا بنت الجلبية السودة من جوة انا لازل عزي انا لازل اشتري حاجات تعال يا بنتي اللي انش عارب هتلي الطرحة ده كان الموضوع كله ما كانش فيه فكرة حجاب وانقاب وازدال وكلامنا كله خش على طول على المجتعة لكن لازم المرأة لدينا موضوع دي الوقت المرأة لازم المرأة تبقى عورة وتبقى جسمها مش عارف ايه ولازم نتكلم عن لبسها ولازم تبقى مكتبع رجل وامراء الا والشيطان سليسهم وطلع بقى طيح الكذب على سيدنا النبي وقدبه باعتباره دي الحياة المثالية وابدأ طول الوقت هون وهدر في قمة المرأة ويحاول المجتمع وكأنه مجتمع قائم على مجموعة من المختصبين والمتحرشين والمرضى جنسيا الهائجين نفسيا اللي هم المفروض يأكلوا في اي ستة معدية خد بالك المجتمع عمره مكان كده مجتمع مصري فاعز الماكرو جيب والكات والحاجة كنت بتفرج عليه في افلام الستينات والسبعينيات دي عمره من الشعب المصري شاهد حدثة اقتصابه واحدة ايه رأيك او هاتك عرض صور وكل المعاكسات كانت بتحصل تنتهي بانه مثلا الاسرة تعاقب ابنها فتحلق له شعره ازاي تتعاكس البنت اللي مش عارف بنت الحتة مجتمع فضيلة مجتمع فضيلة لابس كات وماكرو جيب غرق ابقى لابس بقى اضرب العباية عليه اضرب العباية عليه والحجاب يا عليه مجتمع الاختصاب والزواج السري والاجهاض ليه لانه نفقت على طوق نافق يا جدع وقلت المجتمعات المنافقة ما اكون لها كانت مجتمعات المنافقة والستان تركب الطيارة تقلع العباية على طوق وراحت بقيت عابل زال منافقين بقيت منافق ودخلنا الحالة دي بالنسباني انا بقى كطيار ديني واسلامي تتحرق الحكاية كلها الحكاية كلها بالنسباني تواجدي انا موجود كده انا موجود كده انا مؤسر كده انا بسوق الناس دي كالقطيعة وهو المفروض فعلا تبقى قطيع تفكر زي ما هم بفكروا كلهم ده تلبس زي ما انت بتلبس كلهم يعني كله اضرب يا جدع الخمار فاني لازم يبقى سود والجوان تسود عشان انت لازم تبقى يعني قاتبة ونازم تكراري جسمك وتكراري نفسك ونازم احنا اعتبرك فتنة ليه علشان اخش اخترق هذا المجتمع وعلى ناحية تانية والفن واضرب بقى في الفن والفنانين وخليه بقى جرسومة وجريمة وقلة ادب واهانة وفي ملوس فريد ده حلال والله خرام وحكاية دي كلها كل دي مشايخ والعمائم اللي انتوا بتكرينها وسطية وبتعملونها مسلسلات وبدأت وبدأت التأثير بهذا الشكل على المجتمع هو موجود دلوقتي بقول هو لقى نفسه حزبته في السياسة مقفولة ما فيه السياسة اصلا انت قافلك ونساهم طيب انتقي في وقت اخر حزبته فيه الانجازات والمشروعات طلع فيه انجازات والمشروعات طب خلاص ابني بقى ولا اللي هسكن